أعود إلى نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجية حيث أكدت وكالة الأنباء القطرية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح الإقامة الدائمة لبعض الأجانب في خطوة قيلة إنه سيكون لها تأثير على حياة الكثيرين من المقيمين في قطر ورغم أن تفاصيل القانون لم تعلن بعد إلا أن ما ذكرته وكالة الأنباء يشير إلى أن الإقامة الدائمة سيخضع منحها لاعتبارات تقررها الحكومة القطرية سيد العميد مبدئيا 90% تقريبا من سكان قطر من الأجانب يعني بتعتمد عليهم في كل مناحي الدولة هل هذا يعني أنها فعلا اتخذت هذا القرار لطمأنة المقيمين ومنعهم من الصفر كي تعزز جبهتها الداخلية في ظل الحصار الذي تعيشه مع الدول العربية وتواصل أزمتها مع جيرانها أم أن هذه الإقامة ربما تكون مقدمة لتجنيس بعض المقيمين في قطر من الإرهابيين أو الموجودين على قوائم الإرهاب أو المطرودين حتى من بلدانهم تحت طبعا عباءة النموذج المتفتح للدولة القطرية تجنيس المقيمين طبعا ولو احنا رجعنا التلاتاشر بند في مطالب الدول الأربعة الربعية العربية لمكافحة الإرهاب منها أن تتوقف على منح الجنسية لمواطنين الخليج العربي وخاصة المعارضين هي بتعمل مكان حاضن عشان المعارض لما يروح قطر يبقى ضامن أنه سيأخذ إقامة وجنسية في روح يعارض بضمير يعارض طبعا الدول مصر والدول الاعتدالية فهي خطوة تأتي في إطار التصعيد وليس في إطار الاحتواء يعني أنا بقولك ما تجنس فتقوم تقول لها ده أنا حد إقامة وحغير القوانين عشان أدي إقامة دائمة يليها جنسية فقطر بتصير في نفس موضوع التصعيد وبتصير في موضوع أن نكون هذا المكان لكل من هو إرهابي أو كل من هو مهدد لأمن بلده واللي هو بيطلق عليه المناكفة السياسية تجيب ناس وطلعوا في الجزيرة واشتموا الأنظمة وهكاس أعلنت وزارة